اشتركوا في القناة وقفت باسم ضريبة الفردة وفردت على الافراد من الرجال والنساء والاطفال واستخدم القسوة في جمع هذه الدرائب فالشعب المصري ضج من هذه الدريبة واسلوب تحصلها التعسفي اللي بيبقى فيه يعني شيء من اهانة الكرامة ومع ذلك لم تلغى هذه الدريبة نظرا للحاجة الشديدة الى المال وكان ضروري اتخاذ اجراءات لتهديئة سخط الناس لذلك كلف محمد علي ابن ابراهيم باشا بان يعقد اجتماعا لشيوخ المنصورة ويشرح لهم الامر ويهدي منه السخط فذهب ابراهيم باشا للمنصورة وكان معاه وزير بقى المالية هو ده اللي هو من المعلم غالي ابو طاقية وكان طبعا موجود نبار باشا وغيرهم جلس امام المشيخ في شكل يعني شبه زي كده الجماعية العمومية وبيتكلموا عن قسرة الضرائب والقسوة في تحصلها وبعد ما ابراهيم باشا استمع لهم قال لهم والله انتوا جميعا على حق وانا والدي معاكم ووالدي اللي هو محمد علي باشا لا يعلم من امر هذه الضرائب شيء طبعا هو كداب لان الذي يفرضها ويحدد قيمتها ويقرر اساليب تحصلها هو هذا الشخص الجالس بجواري واشار باسبعه الى المعلم غالي ابو طاقية وزير المالية انا زي فرح ابراهيم باشا اخرج مسدسه من جيبه ويعني ثوابه تجاه المعلم غالي وافرغ فيه عدة رصاصات في صدره ويعني ارضاه قتيلا في لحظات فجموع الناس او جموع الحضرين عصبهم الزهول والزعر والدهشة وفيه بينهم طبعا اللي جري وفيه اللي خرج وفيه اللي فدل قعد مكانه واعتقد اعتقد بقى الناس اللي كده خلاص بقى ايه الدريبة هتتلغي ولكن الذي حدث ان وزير المالية قتل والضريبة ظلت كما هي بعد كده طبعا محمد علي باشا احضر باسليوس اللي هو يعتبر ابن المعلم غالي لطرديته واسناد منصب رئيس المحاسبة في الحكومة المصرية ويانعم عليه بروتبت بيك وهو اول قبط ينعم عليه جميعا جماعتكم الحلقة عجبتكم ومنساش تشترك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حكما تشترك أي جماعي شكرا